لكن تبقى ضربة البداية مع مقالي ومقاله الكذب على عظم التربة وهي القصة ايه يا جماعة كل شوية تسمعوا كلام ينسب لناس ماتت ودي كرسة كرسة اخلاقية بجد لانه خلاص انسب ليه كلام هطلع دافع عن نفسي ابرره او اكذبه او افححه او اكده يعني يبقى فيه مصدر حي يمكن الرجوع اليه لكن ان احنا نبلغ درجة التجرق على عظم التربة اعتقد ده من ناحية الاخلاقية لا يجوز ليه لانه مبدئيا بينسي في تاريخ واحد من ضمن المقالات اللي فيها تجرق على عظم التربة احدهم يطلع باستمرار يقولك وزي ما قال الكابتن الجهري قال ايه عام الكابتن الجهري يقولك الله يرحمه الكابتن الجهري قال ايه يقولك قال ادوا الزمالك تحكيم عادل وتركوا الاخرين يتنفسوا على بقية المراكز الكابتن الجهري قال كده طب يعني يعني انا عايز اقول حاجة يعني هي بطولاته في الاهلي كانت ايه طب الكابتن الجهري اول حد جاب بطولة افريقيا للنادي الاهلي وجاب بطولات دوري للنادي الاهلي وهو لاعب في الناد الآلي كان واحد من اللي سامه في الرقم القياسي لبطولات الدوري في بدايته كل البطولات دي لكابتن الجهر الراجل يعني تخلى عنها وتنازل أنا هنا بقول حاجة البينة على من الدعا من الناحية الصحفية لأن اللي بيردده ده على فكرة زمل صحفيين وهم المفروض يكونوا قادر الناس بفكرة الإسناد بمعنى أنت لما تقول فلان قال كذا على أن أنا أجيب اللي تقال ده فين وإلا أكون أنا كذاب فاحنا بنفتح الباب اللي عايز يقول مقولة زي دي يجيب السند بتاعه يقول لي قادر الحوار اللي الكابتن الجهري اتنشر في حياته وقال فيه الكلام ده مش بعد ما ماته قادر الحوار اللي نشر للكابتن الجهري سواء نشر في مجلة أو جريدة أو حتى حوار تلفزيوني أو إذاعي هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين لكن غير كده هاتبوا يعني ده كذب وكذب فيه نوع من الفجور شوية لإنه فيه تجره على عطب التربة رحمة الله على الجميع ما أقدرش أبدا أن أقول حسن حلمي قال كذا ما أقدرش أقول نور الدالي قال كذا ما أقدرش أقول حمادة إمامي قال كذا إلا إذا كان ده موجود إلا إذا كان ده منشور في عصره وفي حياته وهو اللي قاله لكن إن أنا أطلع أقول باستمرار كابتن الجهري قال ده بقولكو يعني من الناحية الأخلاقية جريمة بجد لأنه أنت بتنسب تاريخ واحد وظلما وعدوانا بتنسب إليه حاجات هو الراجل في عالم آخر ما يعرفش يرد عن نفسه فإحنا هنفتح الأقواص وننتظر أي حد عنده استعداد يطلع حوار صحفي أو تلفزيوني أو إذاعي نشر على لسان الكابتن الجهري في حياته مش بعد مات في حياته الكلام ده نشر على لسانه هنقول خلص يبقى الجهري قال كده ما لم يأتي أحد بهذا البرهان حيفضل أي حد يقول كده هو كذاب أشر بكل الوضوع إلى أن يثبت ده لكن كمان من ضمن التجرؤات الجديدة وأتمنى أنه الإخوة في السوشيال ميديا ياخدوا بالهم لأنه فجأة ينسب كلام بيتسو موسيماني الراجل موجود في المملكة العربية السعودية يتنسش ينسب إليه كلام أنه مستر بيتسو موسيماني قال تصريحات أنه النادي الأهلي أنا لما كنت في مصر كان التحكيم بيسهل العملية لكن في السعودية التحكيم فير قوي فنلاقي صعوبات في أهل جدة أنا سألت هل موسيماني قال كده؟ الناس استغربت طب قال كده فين؟ ما هو؟ يعني خدوا بالكو المهندس عادل بيقول إيه؟ بيقولك في صفحات تلاقيها كاتبة كده يعني في بالمناسبة جروب معا لرفعة الأهلي شفت عليه نص تصريحات منسوبة إلى موسيماني بشكل اللي أنا بقول لكم عليه ده أتمنى أنه كل حد يشير حاجة يتأكد أنه فعلا يكون معاه الدليل إنه ده تقال لكن استسهال التشيير بالشكل ده لأت لا فيه ثم في العسل قبل مصروح للدليل تعالى للعقص هل موسيماني صرح تصريحي ينسي في تاريخه في الأهلي؟ ها؟ ما تصريحه ده معناه إيه؟ إنه يعني الجزات مع النادي الأهلي كانت بمساعدات هل هو قبل ما تثبت بالدليل ها هل هو معقول يقول كده؟ مستحيل غير منطقية